حسام في وسط كل هذا العبس في جديد الموسم اللي جاي ولا احنا زي ما احنا اه في جديد في جديد؟ اه الله عليك انا عايز كلي بقى شوية حاجات تديد رقع الجباية من المروح يعني انا لسه عامل تليفون كده وكم تليفون قبل ما نبدأ الهواء قلت ايه اللي بيحصل للموسم الجديد بعد اللي حصل وبعد الكلام الكتير بداية من موضوع الزمالك ومرورا باللي حصل بعد كده والقصص دي كلها ان شاء الله فيه مفاجآت كويسة جدا للموسم الجديد هيل منها انه مش هنشوف موضوع ادارة المسابقة عن طريق شخص واحد او عن طريق الجدول اللي المطشي تأجل التانية ترحى للكلام ده كله هيبقى فيه ابلكيشن جديد مستورد ابلكيشن على الموبايل ابلكيشن على الموبايل حيل بيدار طبعا عن طريق افراد ده هيتم استخدامه من الاول كل الاندية هتعرف بتتعامل معايز زي هو اللي بينظم الدوري هو اللي بيشتغل على السيستم سيستم جديد تماما اه لو انا مش هدخل ايدايا مش هدخل يعني اللي هو ايه اوتوماتيك اوتوماتيك هو اللي هيتحكم في كل حاجة هو اللي بينظم المطشات هو اللي بيرحى المطشات يعني هتلاقي كل حاجة قدامك واضحة ومظبوطة بالثانية ما فيهاش اي تدخل اي عنصر بشري تماما لو انا عنصر بشري بقى انا مسؤول في ناجة المسابقات وعايز اخش هتختارك انت مش هحصل ده ابليكيشن لو كله على عينك يا تاج كريم ابليكيشن من انجلترا حلو اول مرة نستخدمه في مصر ممتاز هيستخدم ان شاء الله ودي مفاجأة واول مرة الكلام ده بيتقال هنا بنقوله في رقم عشرة ممتاز انه ده ابليكيشن جديد هيستخدم بداية من الموسم القادم لتنظيم بطولة الدوري المصري لتطوير حقيقي نشوفه ملموس في احنا كنا محتاجين ابليكيشن محتاجين ابليكيشن ومحتاجين وجوه جديدة تظهر علشان مش معقول انه ما احترامنا انه شخص واحد هو اللي يكون مسؤول عن تنظيم المسابقة حتى ما فيش اي كوادر تاني يطلع تحتي او ما فيش حد تاني بيتعلم اي حاجة بتحصل هو بس فرد واحد بس هو المسؤول عن ادارة المسابقة ده بصراحة انا ما بشوفوش في اي مكان في العالم تسأل حد فقط مين بعديه مين جنبيه مين بيساعد فين الادارة دي مين بيساعد بالضبط مين بيساعد طب مين بيتعلم مفيش ففعلا ده كان مهم جدا ان احنا نتحرك من المربع ده لمربع تاني في الموسم القادم بازد والمشكلة كما انه ان المكان مثلا بيمشي ويجيب حد تاني بعدها بسنة بيفجع تاني يعني انت بتلف وبتدول في نفس الاسماء اولاك حاجة فيما يخص الكابتن عامل حسين بردو عشان الراجل ده يعني بس احيان بيزلم جدا بمعنى ايه ان احنا برضو متعودين على الجان المسابعات على مدار السنين هو في شخص اللي بيدره اي شخص باسمها مختلفة بس هو في شخص اللي بيدره ما فيش ادارة ما فيش منظومة للمسابعات فيش كوادر طبعا